أعلنت وزارة الخارجيات الأمريكية نياتها نقل سفاراتها في تل أبيب إلى القدس في مايو القادم بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل من جاتي حذرت الفصائل الفلسطينية من القرار الأمريكي باعتباره منافيا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس معتبرة ذلك بمثابة استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ولكل الأحرار في العالم